السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي أهلا بكم معكم أستاذة هيني حشيش معلم اللغة العربية ومع رحلة جديدة في قصة عقبة ابن نافع والفصلين الرابع عشر والخامس عشر والزحف على طنجة وفتح السوس في نهاية كل الفصل كما تعودنا لابد لنا من تحقيق بعض الأهداف ومنها أن نذكر موقف عقبة من نصيحة ملك طنجة له بالنسبة لفتح الأندلس الهدف الثاني أن ندرك قيمة السماحة في الإسلام أما الهدف الثالث فأن نعدد الفتوحات التي قام بها عقبة في تاريخ فتوحاته الإسلامية وسريعا وقبل أن نبدأ الفصل الجديد نسترجع معا أحداث الفصل السابق ليمكننا متابعة الأحداث معركة المصير في معركة المصير تناولنا زحف عقبة إلى أدنى التي احتشد أهلها خارج مدينتهم عند وادي سهر لأنهم علموا خطورة هذه المعركة وانطلاق عقبة للقاء العدو الذي أصابه الفزع بعد أن التحم الجيشان في قتال شديد وأظهر عقبة وجنوده من الشجاعة والمهارة ما حقق النصر للمسلمين فأصبح الطريق إلى طنجة ميسورا طبعا عرفنا مدى خطورة هذه المعركة حيث كانت بالنسبة لسكان أدنى كانوا يعلمون إما أن يسأروا من المسلمين وإما أن تضيع المنطقة من أيديهم أما عقبة فكان يعلم أن هذه المعركة ستحدد مستقبل جهاد المسلمين في المنطقة وبالفعل بينهي عقبة مقاومة البيزنطيين تماما ويطمئن قلبه إلى أن فتح البلاد الواقعة في طريقي حتى طنجة أصبح ميسورا أما بالنسبة للفصل الرابع عشر والزحف على طنجة فمضمون هذا الفصل بيتناول حصار عقبة مدينة تيهرت واستسلام ملكها ووصول عقبة إلى طنجة حيث استقبله ملكها يوليان الغماري أروع استقبال ونصحه بعدم الاشتباك مع القوت والتوجه إلى السوس الأدنى والأقصى لأنه خبير بهم ويعلم كيف ينتصر عليهم طنجة هي مدينة مغربية تقع شمال المملكة المغربية على الساحلين للبحر المتوسط والمحيط الأطلسي أما الفكر للفصل الزحف على طنجة أول فكرة معايا اعتصام أهل تيهرت بمدينتهم تسليم مدينة تيهرت للمسلمين موصلة عقبة للجهاد في سبيل الله ترحيب ملك طنجة بعقبة ونصيحة ملك طنجة لعب نتناول الفكر بالتسلسل أولا اعتصام أهل تيهرت بمدينتهم ونستمع معا إلى أحداث القصة بعد أن استراح المجاهدون يوما وبعد يوم نادى فيهم عقبة بالرحيل فانطلقوا تجاه طنجة وكانت شعلة الحماسة قد بلغت أقصى اتقادها في نفوسهم أي أشد اشتعالها أي أصبحت نفوسهم في قمة حماستها ولكنهم قبل أن يبلغوا طنجة وجدوا في طريقهم مدينة تيهرت وكانت إحدى المدن الحصينة في عهده فخشي أهلها أن يخرجوا لقتال المسلمين أي خاف أهلها أن يخرجوا لقتال المسلمين فيلقوا نفس المصير الذي لاقاه أهل المدن الأخرى وكانوا أشد منهم قوة ومأسا لذلك قرروا أن يعتصموا أن يحتموا بمدينتهم ويحاربوا المسلمين من وراء الأصور طبعا كانت أهل المدينة افتتحها عقبة في الفصل الصابق اللي هي كانت الزاب فكان أهل الزاب وسكان الزاب يعدون بعشرات الآلاف إلا أنهم لم يلبسوا أن تزعزع ثقتهم في أنفسهم بمجرد أن لمحوا غبار الجيش الإسلامي يسدوا الأفق وبريق الأسلحة يتوهج بالفضاء لذلك خشي أهل تيهرت أن يلقوا نفس المصير الذي لقاه أهل المدن الأخرى وبالرغم من أنهم كانوا أشد منهم قوة وبأسا وكان القرار لديهم أن يعتصموا أو يحتموا بمدينتهم ويحاربوا المسلمين من وراء الأصور ما المدينة التي وجدها المجاهدون في طريقهم إلى تنجا؟ أحسن رمي مدينة تيهرت وكانت إحدى المدن القصينة في عهد إروم لماذا حضر أهل تيهرت أنفسهم من الخروق لقتال المسلمين؟ حتى لا يلقوا نفس المصير الذي لقاه أهل المدن الأخرى والذين كانوا أشد منهم قوة وبأسا خشي أهل تيهرت أن يلقون نفس المصير لأهل المدن السابقة فماذا قرروا؟ قرروا أن يعتصموا بمدينتهم ويحاربوا المسلمين من وراء الأصور إذن مدينة تيهرت لم تخرج لي لقاء عقبة وإنما احتمت داخل المدينة حتى لا ينالوا أو لا يلقوا نفس مصير أهل المدن السابقة ثاني فقرة تسليم مدينة تيهرت للمسلمين عندما وصل عقبة إلى هذه المدينة وجدها مغلقة الأبواب وسمع صوت الجند من خلف الأصوار يحذرون أنفسهم من حرب المسلمين أدرك عقبة في هذه اللحظة أن الروم والبربر لا قبل لهم بملاقاته أي لا قدرة لهم على ملاقاته في هذه المنطقة وأن الله الذي أتم عليه نعمته بالنصر قذف الرعب في قلوب أعدائه أي ملأهم بالخوف فحصل المدينة بضعة أيام حتى اضطر ملكها إلى إعلان التسليم ودفع ما يطلبه المسلمون من ضريبة الدفاع إذن أولاً مدينة تيهرت أو تاهرت هي مدينة جزائرية تقع في شمال الجزائر وتعتبر عاصمة الولاية نحن بنتكلم في منطقة الجزائر وقبلها كان المغرب كيف وجد عقبة مدينة تيهرت وماذا أدرك وجدها مغلقة الأبواب وسمع صوت الجند من خلف الأصوار يحذرون أنفسهم من حرب المسلمين ماذا أدرك؟ أدرك أن الروم والبربر لا قدرة لهم على مواجهته إذن كيف استولى عقبة على مدينة تيهرت؟ حاصرها بضعة أيام حتى اضطر ملكها إلى التسليم ودفع ضريبة الدفاع ثالث فقرة موصلة عقبة للجهاد في سبيل الله تسلم عقبة الضريبة من ملك تيهرت ونظر إلى السماء وقال اللهم إنك تعلم أني أجاهد في سبيلك فأعني على مواصلة الجهاد أعني أي قوني وساعدني في مواصلة الجهاد ثم أمر الجيش بالانطلاق إلى تانجة وكانت كل البلاد التي سيمر بها قد دخل أهلها الإسلام فما إن علموا بتقدم عقبة حتى خرجوا مهللين مكبرين مهللين أي قائلين لا إله إلا الله أما مكبرين أي قائلين الله أكبر يحيون القائد العربي ويزودون جيشه بما شاء من الماء والطعام والأسلحة وفضلا عن ذلك تطوى عدد كبير من أهل هذه البلاد للانضمام إلى جيش عقبة للجهاد في سبيل الله الخرطة اللي قدامنا بتوضح خط سير عقبة لفتح إفريقية بداية من ثرابولز ثم القيروان ثم بناء القيروان ثم رحلته إلى تانجة ومروره بتيهرت مدينة تيهرت قبل وصوله إلى تانجة شوف الأسئلة على الفقرة ماذا طلب عقبة من ربه بعد تسلم الدريبة من ملك تيهرت وبما أمر جيشه طلب منه أن يعينه على مواصلة الجهاد قال اللهم إنك تعلم أني أجاهد في سبيلك فأعيني على مواصلة الجهاد وبما أمر جيشه أمرهم بالانطلاق إلى تانجة كيف استقبل عقبة من البلاد التي مر بها في طريقه إلى تانجة؟ طبعا خرج أهلها مهللين مكبرين يحيونه على ويزودون جيشه بما شاء من الماء والطعام والأسلحة فضلا عن تطوع عدد كبير من أهل هذه البلاد للانضمام إلى جيشه للجهاد في سبيل الله لأنهم كلهم كانوا قد دخلوا فيه الإسلام الفقرة الرابعة ترحيب ملك تانجة بعقبة أما تانجة التي كان عقبة وجيشه على بعد أميال منها فقد خرج ملكها واسمه يوليان الغماري في جمع من رجاله لاستقبال القائد العربي والترحيب به إذن كيف استقبل ملك تانجة عقبة وبنوده استقبلهم بالترحيب في جمع من رجاله لماذا؟ لأن هذا الملك كان لا يضمر شر للمسلمين لا يضمر أي لا يخفي أي شر للمسلمين وكذلك لا يناصبهم العداء بمعنى لا يظهر لهم العداء أو يعلن لهم العداء بمعنى أنه لا يريد محاربتهم وفي قصره المطل على البحر استضاف عقبة وعدد من ضباطه وقدم لهم هدايا نفيسة وأعلن موافقته على كل مطالب المسلمين وقرأ عقبة في نفسه قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إن جنحوا أي مالوا والسلم أي السلام وهو ضد الحرب أي إن مالوا إلى المسالمة وترك الحرب وذلك إما بالدخول في الإسلام أو بإعطاء الجزية وهنا ملك تانجا كان قد أراد أن يعطي الجزية لعقبة وقدم له هدايا نفيسة وأعلن موافقة على كل مطالب المسلمين فهذا نوع من السلام وهنا مال عقبة إلى السلام وأعطاهم ما سألوه ولم يحاربهم وإنما تذكر قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ما اسم مالك تانجا؟ وكيف استقبل عقبة وجيشه؟ اسم يوليان الغماري نتذكر هذا الاسم جيدا يوليان الغماري وكيف استقبل عقبة؟ خرج في جمع من رجاله لاستقبال القائد العربي والترحيب به وفي قصره المطل على البحر استضاف عقبة وعددا من ضباطه وقدم لهم هدايا نفيسة وأعلن موافقته على كل مطالب المسلمين لماذا أحسن مالك تانجا استقبال عقبة وجيشه؟ لأنه كان لا يضمر شرا للمسلمين ولا يناصبهم العداء إلا يخفي شرا للمسلمين ولا يريد أن يحاربهم نصيحة مالك تانجا لعقبة ثم التفت إلى يوليان وقال له إن البلاد الواقعة من برقة إلى تانجا أصبحت خاضعة لحكم الإسلام وإن تفكير الآن منتجه إلى فتح الأندلس وجعلها دولة واحدة مع المغرب لماذا أراد أن يفتح الأندلس؟ أراد أن يجعلها دولة واحدة مع المغرب ماذا قال له يوليان؟ قال له إنني أنصحك بعدم الاشتباك مع القوط إذن الأندلس أهلها وسكانها من القوط لماذا؟ لأن قواتهم تفوق قواتك آلاف المرات وإن كنت تريد مواصلة فتوحاتك فأنصحك بفتح السوس الأقصى والأدنى إن سكان هذه البلاد من البربر وأنت قد خبرت البربر خبرت البربر أي عرفتهم على حقيقتهم في كل حروبك وتعلم كيف تنتصر عليهم أما القوط فهم الشعب اللي احتل لجنوب أوروبا الشرقي يطلق عليهم اسم القوط فكر عقبة في فتح الأندلس فبما نصحه ملك طنجة ولماذا؟ أولاً لماذا فكر عقبة في فتح الأندلس لجعلها دولة واحدة مع المغرب فبما نصحه ملك طنجة نصحه بعدم الاشتباك مع القوط اللي هم أهل الأندلس لماذا؟ لأن قواتهم تفوق قوات عقبة آلاف المرات كما نصحه بفتح السوس الأقصى والأدنى لأن سكان هذه البلاد من البربر وعقبة صار خبيراً بالحرب معهم وتعلم كيف ينتصر عليهم مضمون الفصل الخامس عشر فتح السوس الآن سننتقل إلى الفصل الخامس عشر بيقتنع عقبة بنصيحة ملك طنجة واتجاهه إلى مدينة وليلة عاصمة السوس الأدنى الذين رفضوا الإسلام وصمموا على قتال المسلمين ظن منهم أن كثرتهم تحميهم ولكنهم هزموا هزيمة صاحقة وبعد ذلك اتجاه عقبة إلى السوس الأقصى وهزمهم أسوأ هزيمة في تاريخ حروبهم وبذلك سقط وسط المغرب الأقصى وجنوبه في أيدي المسلمين السوس الأقصى كان يطلق هذا الإسم قديما على سهل اسمه سهل السوس الحالي وهي منطقة جغرافية تقع جنوب المغرب وتحده سلسلة جبال الأطلس الكبير من الشمال وسلسلة جبال الأطلس الصغير من الشرق والجنوب والمحيط الأطلسي من الغرب بإحنا بجي تتكلم دلوقتي عن المغرب انتهينا من الجزائر وانتقلنا إلى المغرب الفكر ليه الفصل الخامس عشر أول فكرة عقبة يعمل بنصيحة يوليان هزيمة جيش السوس الأدنى عقبة يتجي إلى السوس الأقصى نتيجة المعارك التي أدارها عقبة الفكرة الأولى عقبة يعمل بنصيحة يوليان سكت عقبة هنيهة بدى عليه خلالها هنيهة أي قليلا من الزمن بدى عليه خلالها أي أثناءها أنه اقتنع بكلام يوليان وفعلا أمر جيشه بالتوجه إلى السوس الأدنى ما الدليل على اقتناع عقبة بنصيحة يوليان وهو اتجاه إلى السوس الأدنى والأقصى أنه بالفعل أمر جيشه بالتوجه إلى السوس الأدنى انطلق الجيش الإسلامي يتقدمه عقبة القائد المظفر حتى وصل إلى مشارف مدينة وليلة وليلة أو مشارف المدينة أي حدودها القريبة وهي تقع في غرب فاس الشمالي وتسمى اليوم قصر فرعون لاني مدينة وليلة تقع في غرب فاس الشمالي وتسمى اليوم قصر فرعون ما موقف عقبة من نصيحة ملك تانجا وما الدليل على ذلك الموقف أنه اقتنع بنصيحة ملك تانجا ما الدليل على ذلك أنه أمر جيشه بالتوجه إلى السوس الأدنى أذكر اسم المدينة التي وصل إليها عقبة وفي طريقه لسوس الأدنى محددا موقعها مدينة وليلة وتسمى اليوم قصر فرعون وتقع في غرب فاس الشمالي نتذكر جيدا هذه المعلومة إذن المدينة التي وصل إليها عقبة وهو في طريقه للسوس الأدنى هي مدينة وليلة وتسمى اليوم قصر فرعون أين تقع تقع في غرب فاس الشمالي كان فقر هزيمة جيش السوس الأدنى أرسل عقبة من يدعو أهل المدينة إلى الإسلام ولكنهم رفضوا وصمموا على قتاله وكانوا من الكثرة بحيث لا يتوقعون الهزيمة أبدا لكن متى كانت الكثرة تغلب جيوش المسلمين؟ إن الويوش التي هزمها عقبة تزيد على جيشه آلاف المرات ولهذا ما لبث عقبة بعد عودة رسوله لبثا بمعنى ما تأخر عقبة بعد عودة رسوله حاملا رفض البربر دخول الإسلام أن أمر باقتحام المدينة وصرعان ما هجم عليها المسلمون واشتبكوا مع البربر في معركة استمرت بضع ساعات فر بعدها البربر مهزونين إذن عرض عقبة على أهل مدينة وليلة الدخول في الإسلام فما موقفهم؟ رفضوا الدخول في الإسلام وصمموا على قتال عقبة هنا اختلفت مدينة تيهرت عن مدينة وليلة مدينة تيهرت التي كانت في طريقه إلى تنجا ماذا فعل أهل المدينة؟ كانوا خائفين من ملاقات عقبة فاختبأوا خلف أسوار مدينتهم وحاصرهم بضعة أيام حتى اضطر ملكها إلى إعلان التسليم ودفع ما يطلب المسلمون من ضريبة الدفاع أما مدينة وليلة والتي أرسل إليها عقبة من يدعو أهلها إلى الإسلام لكنهم بيرفضوا تماما ويصمموا على قتاله أمر عقبة جيوشه بالهجوم عليهم سريعا واشتبكوا فعلا مع البربر في معركة استمرت بضع ساعات فر بعدها البربر مهزومي كان أهل مدينة وليلة مخدوعين بكثرتهم واثقين في قوتهم فماذا حدث لهم كان أهل وليلة من الملكثرة بحيث لا يتوقعون الهزيمة أبدا وعندما رفضوا الدخول في الإسلام أمر عقبة باقتحام المدينة وصرعان ما هجم عليها المسلمون واشتبكوا مع البربر في معركة استمرت بضع ساعات فر بعدها البربر مهزومين وقد غنم منها عقبة موانم عديدة فقرة الثالثة عقبة يتجه إلى إسوس الأقصى كان من الطبيعي وقد هزم عقبة البربر في إسوس الأدنى هزيمة صاحقة أي هزيمة مهلكة وغنم منها مغانم عديدة أن يتجه إلى إسوس الأقصى أي الأبعد ليكمل عقد انتصاراته في المنطقة ويرفع عليها راية الإسلام إذن لماذا اتجه عقبة إلى إسوس الأقصى بعد إسوس الأدنى ليكمل عقد انتصاراته في المنطقة ويرفع عليها راية الإسلام لم يكن سير جيش عقبة إلى السوس الأقصى مفاجأة لأهله لأنهم كانوا يعلمون تفاصيل ما حدث في السوس الأدنى ولذلك كان استعدادهم كبيرا سواء في العدد أو في العداد حشدوا حشودهم أي جمعوا جنودهم أمام أصوار المدينة واستعانوا بكل القبائل المجاورة لهم حتى إذا ما لمحوا الجيش الإسلامي مقبلا تسبقوا أصوات التهليل والتكبير تقدموا للقائه وخاضوا معركة دامية أذاقهم فيها عقبة وجيشه أسوأ هزيمة في تاريخ حروبهم أراد البربر أن يعتصموا بمدينتهم أي يحتموا بمدينتهم ويتفادوا ضربات المسلمين يتقوا ويتجنبوا ضربات المسلمين لكن المسلمين كانوا أسرع منهم إلى المدينة فقد ملأوا شوارعها بخيولهم واستولوا عليها إذن علل اتجاه عقبة إلى السوس الأقصى بعد السوس الأدنى ليكمل عقد انتصاراته في المنطقة ويرفع عليها رواية الإسلام لماذا لم يكن اتجاه عقبة إلى السوس الأقصى مفاجأة لهم؟ لأنهم كانوا يعلمون تفاصيل ما حدث في السوس الأدنى كيف استعد أهل السوس الأقصى لملاقات جيش عقبة؟ كان استعدادهم كبيرا جدا سواء في العدد أو العتاد فحشدوا حشودهم أمام أصوار المدينة واستعانوا بكل القبائل المجاورة لهم هزم أهل السوس الأقصى هزيمة صاحقة وضح ذلك تقدموا للقاء جيش المسلمين خاضوا معركة دامية أذاقهم فيها عقبة وجيشه أسوأ هزيمة وأرادوا أن يعتصموا بمدينتهم ويتجنبوا ضربات المسلمين ولكن المسلمين كانوا أسرع منهم فقد ملأوا شوارع المدينة بخيولهم واستولوا عليها إذن كانت هناك حرب دامية مع أهل السوس الأدنى وأهل السوس الأقصى وانتهت برفع راية الإسلام على المنطقة نتيجة المعارك التي دارها عقبة أصفرت المعارك التي أدارها عقبة بمهارة عسكرية وعقرية حربية عن سقوط وسط المغرب الأقصى وجنوبه في أيدي المسلمين أصفرت المعارك يعني كشفت أو نتجت المعارك أو كان نتاج هذه المعارك التي أدارها عقبة بمهارة عسكرية وعقرية حربية كانت نتيجتها سقوط وسط المغرب الأقصى وجنوبه في أيدي المسلمين نركز جيداً وسط المغرب الأقصى وجنوبه في أيدي المسلمين ما نتيجة المعاركة التي أدارها عقب عبقرية الحربية أسفرت عن سقوط وسط المغرب الأخصى وجنوبي في أيدي المسلمين وأخيراً ماذا نتعلم من الفصل سواء كان الفصل الرابع عشر أو الخامس عشر الانتصارات المتوالية ترفع من الروح المعنوية للجيش قوة الإيمان بالله ترعي بالأعداء وتحقق النصر التحلي بالتواضع والاستماع لنصح المخلصين كما استمع عقبة إلى ملك تنجا يوليان الغمالي واتجاه إلى السوس الأقصى والأدنى والآن مع بعض التدريبات من خلال فهمك الفصل اختر الصواب لما هي لي دخل عقبة تنجا بعد معركة شديدة مع أهلها ترحيب ملكها بالمسلمين حصارها بضعة أيام استسلام أهلها طبعا تنجا رحب ملكها بي المسلمين بنا التي حاصرها عقبة بضعة أيام كانت مدينة تيهيرت والذين خرجوا للقائي في معركة شديدة كان السوس الأدنى والسوس الأقصى نصح يوليان عقبة بي أولا الاشتباك مع القوت أم الخلود إلى الراحة أم فتح السوس الأدنى والسوس الأقصى أم فتح مصر أحسنتم فتح السوس الأدنى والسوس الأقصى طبعا كان يريد عقبة أن يتجه إلى الأندلس ولكن نصح يوليان بعدم الاشتباك مع القوت والاتجاه إلى السوس الأدنى والسوس الأقصى لأن أهلها من البربر وقد خبرهم عقبة ويستطيع التعامل معهم فكر عقبة في فتح الأندلس حتى يجعلها دولة واحدة مع المغرب مصر الجزائر تونس الإجابة الصحيحة المغرب أحسنتم المدينة التي وجدها عقبة والمجاهدون في طريقهم إلى طنجاهية هل هي أدنى أم تيهيرت أم القيروان أم الزاب مدينة تيهيرت أحسنتم دع علامة صحة أمام العبارة الصواب وعلمة خطأ أمام العبارة الخطأ مع تصحيح الخطأ إن وجدت البيوش التي هزمها عقبة تقل عن جيشه آلاف المرات طبعا العبارة خطأ وإنما يتزيد عن جيشه آلاف المرات فجأ أهل السوس الأقصى بقدوم عقبة وجيشه إليهم إجابة أيضا خطأ لم تكن مفاجأة لأنهم يعلمون تفاصيل ما حدث في السوس الأدنى استجاب أهل مدينة وليلة لدعوة عقبة ودخلوا جميعا الإسلام العبارة هنا أيضا خطأ وإنما رفضوا الدخول في الإسلام وصمموا على القتال واجه عقبة أثناء فتح السوس الأقصى جيشا من البربر العبارة صحيحة فقد واجه عقبة فعلا أثناء فتح السوس الأقصى والأدنى جيشا من البربر وأخيرا كما تعودنا نلخص أحداث الفصلين في نقاط واضحة حتى نستطيع الاستعانة بتلك الأفكار الملخصة في استرجاع أحداث الفصلين والفصول جميعها حتى يسهل علينا متابعة الأحداث وأخيرا أشكركم جميعا كان معكم أستاذة هني حشيش معلم اللغة العربية مع تمنياتي لكم بالتوفيق والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته